تفسر بإيه اعتماد الأندية المصرية أو ميول الأندية المصرية والمنتخبات المصرية إلى المدربين البرتغاليين دائماً من أيامك أنت شخصياً بين كابتن أو فينجادا ومانويل جوزيه ودلوقتي زوالدو فريرا والميدا في معافاركو المدرب الجديد لنادي الأهل ريكاردو سواريس تفسر بإيه دايماً اعتماد الأندية المصرية أو ميلهم للمدرسة البرتغالية طبعاً أنت عارفين أن دي حاجة طبيعية جداً في أي حتة في العالم أنت طبعاً لازم تشوف تحركات المدربين في بعض الدول اللي هم بيفضلوا أن هم يجيبوا مدربين من الأسبانيا من سورفيا من كرواتيا وطبعاً دلوقتي في مصر من 2002 وفي ازدهار للمدربين البرتغاليين طبعاً بالنسبة لي لما أنا كنت مع الزمالك كان فيه سيزون كويس جداً وبعلك كوتش جزيال ميدا عمل شغل كويس جداً مع الأهلي فطبعاً المركة المسجرة بتاعت المدربين البرتغاليين عملت مركة كويسة في مصر وطبعاً كوتش كارلوس كيرويش عمل شغل كويس جداً إنه يقدر يوصل بالمنتخب المصري للمكان الثاني في أفريقيا وللأسف إنهما ما قدروش ينجحوا إنهما يوصلوا للمكان الأول لأن كان الماتش ما بينهما بين السينغال كان ماتش كويس جداً لازم نقول إن المنتخب السينغال كان واحد من المنتخبات القوية جداً وهو أفريقيا في الماتشين كانوا أقوية لازم نقول إن القوة والقوة كانت لمنتخب السينغال ما كناش بالحظ الأوفر إن احنا نوصل للكاس العالم 2020 حتى بعدما سينغال خسروا اتنين من ضربات الجزاء اللي تلعبوا بس طبعاً زي ما بقول إن المركة المسجلة اللي بتتساب من الكوتشز البرتغاليين أو الأسبان بتتعلم في اللعيبة الكويسة وطبعاً ميستر كرويس طور أو اكتشف بعض المهارات الكويسة في بعض اللعيبة الجديدة من 2001 وطبعاً أنا شايف إن لازم نحظر ببعض الوقت علشان نحن نشجع اللعيبة إن هما يبدأوا يلعبوا ويعملوا شغل كويس فأفريقيا كلها لأن طبعاً لازم نوصل إلى عبادات إن هما ونشجعهم إن هما يوصلوا لكاس العالم لأن كاس العالم هو واحد هي أكبر بطولة لكرة القدم في العالم موسيقى موسيقى موسيقى